كذلك عند نهاية الدولة الحفصية كان حكام الدولة الحفصية هذه جزائريين الحاكم الأول هو أبو عبد الله محمد بن الحسن المتوكل الذي ولد في بجايا وهو أمير حفصي حكم فيما بين 1494 و 1526 وعندما سيطر الإسبان على كل من بجايا وطرابلس وتوفى سنة 1926 خلفه ابنه أبو عبد الله الحسن بن محمد هذا الحاكم أبو عبد الله محمد المتوكل اهتم بالثقافة والفنون ومن أهم الأعمال التي تنسب إليه هذا ولد بجايا الجزائري المكتبة التي أسسها حوالي سنة 1500 بجمع زيتونة والمعروفة باسم المكتبة العبدالية وقد استمر وجودها عدة قرون إلى أن نقلت مخطوطاتها عام 1967 إلى دار الكتب الوطنية بتونس وبعد خلفه ابنه أبو عبد الله الحسن وهو الإبن الأصغر للسلطان ولقب بمولاي الحسن تولى الحكم في سنة 1526 و 1543 طرد من قبل برباروس فاستنجد بكارلوس الخامس الملك الإسباني الذي أرسل أسطولا ضحر به الأتراك العثمانيين إلى غيره من هذه الحكاية على تونس سنة 1535 واستمر مولاي الحسن في الحكم إلى أن عزله ابنه الأكبر أبو العباس أحمد عام 1543 هذا ثانيك جزائري أيضا وهذا معروف أبو العباس أحمد تونس أندك تحت الحماية الإسبانية واستمر على العرش الحفصي إلى عام 1573 أو سبين